اتود الانضمام الى رحلة الصيد هذا المساء صاح البطريق مقدام ادار غطاس رأسه بريما نحو مقدام وهزه بالنافي ثم اكمل حل الكلمات المتقاطعة فجأة رأى شيئا فضحك ولمعت عيناه هل تود الذهب الى بلاد الارض السعيدة؟ حيث الاشجار الوارفة والازهار الملونة والفواكه الطازجة؟ ما عليك سوى الاتصال بالرقم في الاسفل التوصيل مجاني حاول الجميع ثني غطاس عن قراره لكنه قال دعوني سأترك اخيرا هذا المكان الممل الكئيب حيث لا اشجار ولا رمال لا عصائر ولا حلوة ولا العاب استغرقت الرحلة بضعة ايام ثم ادخل العمال غطاسا الى مكان واسع فيه براك وصخور واشجار هاتف غطاس ما اجمل المكان وتنوع الالوان فرغطاس يستيقظ صباح كل يوم يأكل ويشرب ويستلقي ويلتقط صورا مع الزوار ويلتقط صورا اخرى مع الزوار ثم يستلقي ويشرب ويأكل وهكذا مرت الشهور كأنها الدهور وفي يوم من الايام تذكر بيته الثلجي المنعشة وساحات الجليد التي كان يمضي فيها مع البطاريق احلى الاوقات تذكر الغوص في المياه مع الفقمة وفيل البحر واجراء المباريات والمسابقات اشتهى طعم الاسماك والسرطانات والحبرات الطازجة التي كان يأكلها بالعشرات فوقف وقال لا اريد البقاء هنا انا لا انتمي لهذا المكان حزم امره وذهب الى مدير حديقة الحيوان بجدية بق بق هم هم مو بيق اخفض المدير نظارته وتأمله مليا ثم اشار للعامل وقال اعده الى مكانه في الحديقة يا رفيق قال غطاس بأسه يبدو انهم لا يفهمون لغة البطاريق فجأة خاطر في باله امر بينما كان الزوار محتشدين حوله ترنح يمنة ويسرع ثم اسقط نفسه ارضا وبسرعة هرول اليه الطبيب قاس حرارته ثم اعطاه حقنة في الوريد بكى غطاس وصاح لا ليس هذا ما اريد اعيدني الى بيتي الان انا لا انتمي لهذا المكان لكن لم يعده العامل الى بيته بل ارجعه مرة اخرى الى مكانه في الحديقة استلقى غطاس وقال يا ليت لي جناحين كبيرين يساعدانني على الطيران او مخالب قوية تساعدني على حفر الانفاق وفجأة قف وقال قد لا استطيع الحفر ولا الطيران لكنني سباح ماهر وانتظر حتى حل المساء ونام الجميع ثم تصفي ماء البركة باحثا عن منفذ سبح وسبح وعلى مسافة ليست ببعيدة وجد نفقا يقود الى مياه عميقة صاح عندها يبدو انه المخرج ثم وجد بضعة دلافين تسبح فاردفا يبدو انني اقتربت من مياه المحيط وواصل السباحة حتى وجد بضع فقمات يسبحن في المياه التي امست باردة فهلل يبدو انني اقتربت من القطب اهلا بمسكني ووطني اهلا باصدقائي واهلي ثم فاجأه صوت يهتف اهلا اهلا اخيرا وجدتك قال العامل ذلك ثم حمل غطاسا واعاده الى مكانه في الحديقة ونام غطاس والدموع تملأ عينيه وفي اليوم التالي حدث شيء غريب فالعمال حملوا غطاسا ووضعوه في السفينة ثم ابحروا بعيدا بعيدا سمع غطاس احد العمال يقول هذا البطريق لن يتوقف عن اثارة المتاعب واخيرا سنرتاح منه خاف غطاس وراح يضرب اخماسا باسداس هل سيبيعون لحمي ام سيصنعون من جلدي دفوفا وطبولا رمى العمال غطاسا على الشاطئ القطبي ورحلوا قفز غطاس من الفرح وهلل وعانق عانق رفاقه وعانقه امضى غطاس ايامه يلعب ويتزلج مع الاصدقاء ثم يذهب في رحلات الصيدي في المساء لكن بعد بضعة اشهر هل تود الاستلقاء على الشواطئ الذهبية؟ حيث الشمس الدافئة والمناظر الخلابة ستأكل الفطائر المحلاة وتشرب عصير الاناناس نهارا ثم تقيم حفلات الغناء والشواء مساءا ما عليك سوى الاتصال على الرقم اسفل الورقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة